على مبدأ فرق تسد قامت المنظومة الحاكمة في عراق ما بعد الغزو الأمريكي وبالطائفية واستثمار الفوضى الأمنية تسعى إلى ضمان استمراريتها في الحكم عندما خلت من أي مقوم وطني يمكن أن يقنع الناس بصلاحيتها وكأن أحزابها السياسية تقول أيها العراقيون عليكم أن ترضوا بحكمنا وتصبروا على مآسيكم وفقركم وجوعكم أو تغرقوا في بحار الدماء وفوضى الإرهاب ورغم الفساد والانهيار الاقتصادي لم يسلم العراقيون من الفوضى الأمنية حتى صارت الجرائم المنظمة والاغتيالات والتفجيرات يوميات للمدن العراقية ويزداد الإرهاب والقتل ضراوة كلما انتفض العراقيون مطالبين بالتغيير السياسي أو عندما يحتدم الصراع بين الأحزاب والكتل مع اقتراب الانتخابات لتصبح التفجيرات عبارة عن رسائل سياسية وأمنية يكون الشعب ضحيتها وتزامنا مع التوتر السياسي بين الأحزاب مع قرب الانتخابات وانعكاس المتغيرات الإقليمية على العراق تستحضر داعش مرة أخرى وتشن هجمات في عدة مناطق في العراق وذلك بحسب مراقبين لإبعاد الأنظار عن واقع المنظومة الحاكمات المزر على الصعيد الشعبي والدولي وشد الانتباه إلى إمكانية عودة كابوس الإرهاب وعندها لابد من تصوير بطل مخلص يتصدى لهجمات داعش وبهذه الطريقة يمحى السجل الأسود للمتصدرين لمحاربة داعش مثل ميليشيات الحشد التي باتت منبوذة شعبيا بسبب جرائمها ضد المتظاهرين وملاحقة دوليا بسبب خدمتها للمشروع الإيراني لكن العودة إلى فترة عام 2014 وتهيئة الشعب نفسيا وفكريا لها أمر في غاية الصعوبة إذ أن ورقة داعش وإن كانت صالحة للاستثمار الحكومي إلا أنها انكشفت على المستوى الشعبي وتجارب السنوات الماضية برهنت أن مشروع العملية السياسية الوحيد يلخصه هذا الشاهد من أهلها بالتالي أخذ من الائتلاف العراقي مثلا بها العرج يتكلم بطائفية حتى يجذبوا شوال قاعدة وذلك الآخر من القائمة الأخرى يجذب بطائف وزوالت القاعدة طائفية بالضبط هذا اللي يتكلم